انطلقت بطولة رابطة انجمينة لكرة الطائرة دورة 2017 وسط حضور كبير من أشاق كرة الطائرة تقرير أدم حسن المكاوي فريق ديكوني للحراسات الأمنية لكرة الطائرة ونظيره إيربي الفريقين كانوا على موعد في غرة بطولة رابطة انجمينة لكرة الطائرة المواجهة أظهر فيها لاعب فريق ديكوني للحراسات الأمنية إصرارا كبيرا للفوز منذ البداية فالأداء الجماعي الرائع للاعب ديكوني حقق الفوز بالشوط الأول بـ 25 نقطة مقابل 19 نقطة الشوط الثاني عاد فيه فريق إيربي منتشن التقيير فتمكن من تضييق الخناق على ملعب فريق ديكوني بالضربات الساحقة المتتالية حتى بات يفصله عن ضمان الفوز بهذا الشوط فقط 12 نقطة إلا أن انتعاش إيربي تقلص مع الجهد الكبير فانتهز فريق ديكوني هذه الفرصة ليعود ويرجح كفته من الهزيمة إلى الفوز بـ 25 نقطة و23 نقطة لفريق إيربي الشوط الثالث والأخر حاول فيه فريق إيربي مجرد ديكوني لكن نقص اللياقة والقوة البدنية في صفوف إيربي حال دون ذلك وأعطت الأفضلية لفريق ديكوني الذي أعلن سيطرته التامة على مجريات المباراة والفوز بـ 25 نقطة مقابل 18 نقطة وفز فريق ديكوني للحراسة الأمنية بهذه المباراة بثلاثة أشواط نظفة رئيس رابطة أنجمنا لكرة الطائرة تشاد لا ميتاو أشار في حديثه بأن فرق كرة الطائرة عقدت العزم لترقية رياضة كرة الطائرة طالبا من مسؤولي الفرق والجماهير واللاعبين دعمهم لتحقيق هذه الغاية رئيس الفيدرالية التشادية لكرة الطائرة محمد آدم فضل أكد بأن إدارته ستساعد في تحقيق هذا الهدف من أجل تطوير ونهضة الطائرة وننوه إلى أن بطولة أنجمنا لكرة الطائرة هذه تعود بعد غياب دام لمدة ثماني سنوات إذن بهذا التقرير حول بداية بطولة رابطة أنجمنا لكرة الطائرة نصل إياكم لنا هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضاية الشادية دمتم فمن الله ورمضان كريم اللقاء